السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات التخصصات الزخرفية النهاردة ان شاء الله موعدنا مع حلقة من حلقات مادة تاريخ الفنون الزخرفية ومادة تاريخ الفنون الزخرفية زي ما احنا عارفين انها بتتناول تاريخ الفنون القديمة على مستوى العالم القديم النهاردة الحلقة بتاعتنا بتتناول اتنين من الفنون مرتبطين ببعضهم ارتباط تام وهي الفنون البيزنطية او الفن البيزنطي والفن الابطي طبعا الفن البيزنطي والفن الابطي ده ظهر في العالم في وقت معين مع ظهور الديانة المسيحية وبالتحديد عند اعتناق الملك قسطنطين الديانة المسيحية بدأ يبقى فيه فن بيزنطي يمكن كان موجود قبله بصورة دياءة جدا لان الى ان اعتنق الملك قسطنطين الديانة المسيحية وتم تحويل مسمى الدولة الرومانية الى الدولة البيزنطية وسميت العاصمة بتاعتها بالقسطنطينية لحد هنا كان ابناء هذا الدين متهدين في العالم من الوسانيين من الرومان وايضا كانوا متهدين من اليهود في الفترة دي بدأ بعد اعتناق هذا الملك هذا الدين بدأ يبقى لهم فن طيب الفن ده هما جابوه منين الفن ده لابد انك هتلاقي ان كل فن هو وليد للفن الذي يسبقه الفن البيزنطي لما ظهر ظهر في الدولة الرومانية ولذلك اعتمد الفنانين الاقباط بنسبة كبيرة على الفنون الرومانية ولكن عملوا فيها عملية تبسيط عملوا فيها عملية تحوير على اساس ايضا ان الدين كان بيحرم الكثير من اللي هي الظواهر الفنية اللي كانت موجودة عند الوسانيين في الدولة الرومانية يعني على سبيل المثال كان بيحرم العري طبعا يعني دين رباني سماوي بيحرم التمثيل العارية بيحرم الصور العارية ايضا في بداية الفن المسيحي او الفن البيزنطي كان بيحرم التمثيل عموما وكان بيخلي التمثيل في اضيق الحدود يعني التمثيل والرسوم كانت في اضيق الحدود وكانت غالبا ما كانت يتم يعني صنعها للسيد المسيح عليه السلام وإلى امه السيدة العذراء مريم بنت عمرة طيب نتكلم على الفن البيزنطي الاول وبعد كده نرجع نتكلم على الفن الابطي الفن البيزنطي والفن الابطي يا جماعة اللي اتنين فنون دينية زي الفن الاسلامي اللي اتنين فنون ايه دينية ولكن الفن البيزنطي كان وليد الدولة الرومانية والفن الابطي كان وليد دولة لها حضارة قوية وحضارة راسخة حتى في نفوس اتباع الديانة المساحية من ابناء مصر ولذلك كان ليه صبغة خاصة فسمي الفن المسيحي على المستوى العالم بالفن البيزنطي وسمي الفن المسيحي في مصر بالفن الابطي نظرا لبعض المظاهر الفنية التي تميزه عن ايه عن غيره طب نتكلم نبص على اول حاجة هنبتدي بيها الفن البيزنطي الفن البيزنطي اول حاجة نشأته ايه العوامل اللي اصرت فيه عناصر الزخرفة التي ميزت هذا الفن الالوان المستخدمة في الفن البيزنطي الفنون التاريخية والتطبيقية لهذا الفن نشأته نشأته الفن البيزنطي طبعا نشأ في الامبراطورية الرومانية الشرقية اللي هي مكانها دلوقتي تركية واليونان التي شملت بلاد الاريق وشبه جذيرة البلقان واسيا السرة والشام وشمال افريقيا وكانت بيزنطا اللي هي قسطنطينية اللي هي حاليا او الاستانة فيما بعد فيه تركيا مقر حاكم هذه الامبراطورية ايه هي العوامل التي اصرت في الفن البيزنطي اول حاجة المؤسرات التاريخية في عام 330 ميلاديا اعلن قسطنطين عاهل الامبراطورية ان الدين المسيحي هو الدين الرسمي للامبراطورية الشرقية اصدهر الفن البيزنطي وامتد لغاية ما بلغ ايطاليا نفسها وخاصة في مدينة البندقي وبلغ هذا الفن اوج عظمته في القرن السادس الميلادي بيزنطا اخدت عن روما وعن مدنيات الشرق يعني اللي قدروا يجمعوا منها وبدأ يبقى فيه حس ان الفن ده في الالوان ما بين الالوان الغربية والالوان الشرقية البديعة التي عمت جميع ارجاء هذه الامبراطورية الشاسعة وشاع استخدام القباب مع الاسقف المائلة في البلاد التي سبقت باستخدام هذا النوع من العمار طب ايه هي بقى الوحدات الزخرفية البيزنطية الوحدات الزخرفية يا جماعة لما نقول وحدات الزخرفية ودائما بنحب ان احنا كل شوية نشرح الجزئية دي لان في بعض الناس بتخلط ما بينها وما بين شيء تاني الوحدات والعناصر الزخرفية هي حاجات بتميز كل فن عن الفن التاني وعشان نفتكر كويس قوي في الفنون اللي احنا شرحناها قبل كده بداية من الفن البدائي لغاية الفن الروماني في عندي حاجة اسمها عناصر هندسية والعناصر الهندسية في كل الفنون تقريبا بتكون واحدة بتعتمد على الخطوط والمسلسات والمعينات والخطوط الحلزونية والخطوط المنكسرة كل الفنون استخدمت العناصر الهندسية والعناصر الهندسية متشابهة في كل الفنون الا فيما ندور في بعض الحاجات اللي بتميز بعض الفنون زي المتاهة في الفن الاغريقي زي السلبان المعقوفة في الفن الروماني زي السلبان هنا في الفن البيزنطي كل حاجة لها عناصر أو وحدات زخرفية بتميزة هندسية وأيضا عناصر نباتية عناصر نباتية اللي هو بياخدوا النباتات ويعملوا لها عملية تحوير ويستخدموا هذه العناصر النباتية من أفرع ونباتات وزهور وروزيتة وبشنين في زخرفة الأسطح المختلفة ثواء بتكرارها على السطح عشان نعمل أسطح ممتدة أو شرائط على السطح دي عناصر ايه النباتية في عندي أيضا العناصر الحية والحيوانية العناصر الحية التي تستخدم العناصر الحية من الإنسان والحيوان أو الدمج فيما بينهما دي اللي كان موجود فيه بلاد مصر القديمة واللي كان موجود فيه عند الإغريق اللي هو أبو الهول اللي هو عبارة عن جسم أسد وراص إنسان وموجود القنطور المشهور قوي عند جماعة الإغريق اللي هو عبارة عن جسم حصان ونصف جسم إنسان عناصر حية وأجسام الإنسان وأجساد الحيوانات كل دي عناصر ووحدات زخرفية حية أيضا عندي العناصر الزخرفية اللي هي الكتابية اللي هي كانت تستخدم الكتابات بتاعة لغة هذه البلاد سواء كانت اللغة المصمرية مثلا في بلاد ما بين النهرين أو اللغة الهيروغليفية في الفن المصري القديم أو الخطوط والكتابات العربية والإسلامية في فنون الإسلامية أو الخطوط والكتابات اللي موجودة في الفن الياباني اللي هناخد فيه ما بعد والفن بتاع الصين كل دي العناصر الكتابية كانت أيضا من العناصر الوحدات الزخرفية المميزة للفنون المختلفة نجي نتكلم هنا على الوحدات الزخرفية البيزنطية أما ابتكروا وحدات ورموز جديدة زي السلبان صور الملائكة والقدسين الملائكة كان دايما يميز الصور بتاعتهم في الفن البيزنطي أنه كان بيرسموا أو بيشكلوا بشكل إنسان وليه جناحات والقدسين كانوا بيميزهم الدائرة المستديرة أو الهالة الضوئية اللي بتحيط حوالين الواجهة عشان يعبر إن ده قديس من القدسين أو قطب من أخطاب الدين اختفى التراز الروماني من الزخارف البيزنطية بصفة عامة وبسطوا وحوروا الزخرفة بتاعتها وبدأت تدخل عندهم الأشكال الهندسية المدفرة والمجدولة وتصنف كالآتي عندي وحدات نباتية غلب عليها طابع التأثير الشرقي واستخدموا أفرع وأوراق وعناقيد العنب بكسرة وليه العنب بالذات تستخدموه؟ لأن العنب رمز للبركة والتوالد والنماء شوفوا عنقود العنب اللي تمسكه في إيدك بيبقى رب الله سبحانه وتعالى خلقه إزاي ومرصوص بأنهي طريقة وشوف كم الحبات اللي موجودة فيه أيضا أوراق الأكنتس اللي هي ذات الثلاث ورقات أو الخمس ورقات وأيضا استخدموا وحدات نباتية من الأنتيمون والزهيرة والأنتيمون والزهيرة ذكرناها في كل الفنون السابقة اللي احنا شرحناها فأكيد انتم عارفينها كويس عندي الوحدات الحيوانية استخدموا أنواع من الحيوانات والطيور وخاصة الحمام الحمام كان بيرمز عند الديانة المسيحية للروح القدس وكان يرمز أيضا إلى السلام والحمام أيضا كان بيرمز بهذا الرمز حتى في الدين الإسلامي بيرمز له السلام وخصوصا الحمام الأبيض الذي كان يطلق في الاحتفالات وفي عندما يحدث سلام ما بين دولتين متحربتين برضو التوص من الوحدات الحيوانية اللي هي الخاصة به الفن البيزنطي وبعض الحيوانات الرمزية ذي التنين المشهور والأسطوري بتاع الدين المسيحي الصورة المشهورة قوي اللي احنا عارفينها بتاعة القديس ماري جيرجس وهو يركب حصانه ويطلق حربته في قلب تنين أسفل هذا الحصان عندي أيضا الوحدات الهندسية استخدموا الوحدات الهندسية البسيطة في عمل التكوينات اللي بتعتمد على المربعات والمعينات والمسلسات في تشكيلات جميلة جدا واستخدموا أيضا الوحدات الرمزية ذي الحمام تاني وروح القدس والطوص والصليب كرمزة من رموز الدين في الدين المسيحي وأوراق وعناقيد العنب نيجي بقى للألوان البيزنطية الألوان البيزنطية هما ماستخدموش ألوان كتير البيزنطيين كانوا بيميلوا لأن هما يستخدموا الألوان بقلة يعني حتى التصميم بتاعهم غالبا ما كانش بيزيد عن أربع ألوان طيب لو إحنا بصينا لأي لوحة من اللوحات الخاصة بالفن البيزنطي هنلاحظ الكلام اللي احنا بنقوله ده هنلاحظ ان هما استخدموا كتير قوي الأرضية المذهبة الأرضية بتكون أرضية لونها دهبي واستخدموا أيضا الهالة الضوئية المذهبة أو البيضاء أو الصفراء اللي بتحيط بالرسمة أو رأس الخديس اللي هما بيرسموه عفوا استخدموا أيضا هنلاحظ بقسرة اللون الأحمر واللون الأصفر الأخضر السندوسي وهتلاقي اللون الأحمر والأزرق والأخضر موجود في الملابس بتاعتهم اللي هما مسجلينها على يعني كتب بتاعتهم وعلى اللي هي الجداريات المختلفة لأن هي أصلا الصبغات اللي كانت منتشرة في الدولة البيزنطية ورستها بالدولة الرومانية يعني كانت دايما تلاقي عندهم أغلب القماش ألوانه مش كتيرة قوي يعني يأما اللون الأحمر يأما اللون الأزرق يأما اللون الأبيض يأما اللون الأخضر يعني الألوان ظهرت بقسرة فيما بعد عن كده اتجهت الألوان البيزنطية للهدوء والوقار والتصطيح وقل استخدام اسلوب الظل والنور والتدريج في اللون يعني ما كانش فيه تدريج في اللون زي ما قلنا ان الدهب كان أكتر الألوان شيوعا واستخدم فيه الأرضيات للنقوش وكما استخدموا رقائق الفضة أيضا وفوقها نقوش مزينة بالأزرق والأخضر والأبيض الناصع والأحمر الزنجفري الملاحظ زي ما قلنا ان عدد الألوان ما زادش عن أربع ألوان زي ما قلنا إلا نادرا وهذا هو السر اللي جعل الزخرافة البيزنطية يعني بهيجة المنظر وعمرت فترات طويلة لغاية موصلتنا بالبهاء بتاعها نيكي بقى للعمارة البيزنطية العمارة البيزنطية أو العمارة المسيحية أول المجالات الفنية اللي اهتم بيها الفن البيزنطي ونجحت نجاح باهر جدا والفضل لده بعد الله سبحانه وتعالى انهم ورسوا فن العمارة من الفن الروماني اللي هما كانوا وصلين يعني مستوى عالي جدا من الجودة في البناء والعمارة وإلى الآن توجد الكثير من الكباري في أوروبا وفي الجزائر التي بناها الرومانيين ماذا لا تستخدم إلى الآن وتمر عليها السيارات إلى الآن إلى وقتنا الحال أهم حاجة اهتموا بيها في العمارة البيزنطية هو موازنة الأوبا فوق المربع كنت أول حاجة اشتغلوه هو عشان يعمل يوازن أوبا يعمل أوبا فوق مربع لابد أنه هو ييجي في زاوية الأوبا كده ويبتدي يعمل أكتاف كراوية أو ربع كراوية عشان يجمع عليها الأوبا من فوق أول حاجة استخدم الأكتاف كراوية وهي مسلسات بترتفع من أركان المربع وتنحني للداخل حتى تجتمع في شكل الدائرة اللي هي بتمثل قاعدة الأوبا ودي يعني هنشوفها في بعض المظاهر الخاصة بالمباني ده شكل من أشكال العمارة الكنسية البيزنطية القديمة هنلاحظ أن يعني أسليب الزخرفة وغدى كتير قوي من الفن الذي ثبق الفن البيزنطي وغدى كتير قوي من الفن الروماني هنلاحظ حتى أن الكنيسة اللي هي المسيحية خدت شكل البازيليكا الرومانية ولكن طبعا زودوا فيها اللي هو التصميم لو أنت بصيت للمسقط الأفقي بتاع أي كنيسة من الكنائس هتلاقي معمولة على شكل صليب من أعلى كده هتلاقي في جزء أساسي لو بيمثل بازيليكا وفي جزء بارز عنه وجناحين جانبيين لو بسط لها أنت من فوق وانت راكب الطيارة هتلاقي أي كنيسة مبنية على شكل الصليب وطبعا يعني اهتمت قوي العمارة البيزنطية بالأشكال العقدية اللي احنا شايفينها والمقارنصات اللي كانت بتزين وده قطاع قطاع يعني قطاع جانبي كده رأسي قطاع من أحد اللي هي الكنائس وأعتقد أنها كنيسة آيا صوفيا اللي أصبحت مسجد وموجودة في تركيا بنفس المسمى اللي هو مسجد آيا صوفيا نيجي للأركان المحربية الأركان المحربية اللي احنا بنسميها المقارنصات قبوات عبارة عن مجموعة أبوات حنوية أي مجموعة من القبوات الواحدة منهم بيعلوها يعني معلش أنا آسف الأركان المحربية اللي هي زي اللي بيسموها إيه زي بحاجات موجودة عندنا في وسط البلد كده بيسموها البواكي مجموعة من الأبوات كل واحدة فيهم شيلة فوقيها حاجة وكان بيتخلى للعمارة الداخلية أعمدة كثيرة لحمل السقف وحمل القبو الرئيسي وتتميز تيجان هذه الأعمدة ببعض الاختلافات عن الطرز المعمارية الإغرقية ورومانية في أن هم كانوا بيزوينوها بوريقات الأكنتس واللي هي مبسطة تتجه إلى قلة التوريقات وأطرافها تتجه إلى الترتيب الملحوظ ومبسطة أيضا في المنحيات الخاصة بيها غالبا ما كان في كل تاج من تيجان الأعمدة اللي بتحمل هذه القبوات دائرة بداخل الدائرة دي صليب كما ظهر طراز آخر من تيجان الأعمدة سميت بالتيجان المخرمة وهي عبارة عن مريقات صغيرة ذات أفرع في تكوين أشبه إلى شكل التاج الكرونسي ومن خلال هذه التقاليد الجديدة ابتعد النحط البيزنطي عن مثاليات وأثاليد النحط الإريقي الروماني ثم ظهر أسلوب فني جديد يمكن اعتباره أمرا وسطا بين فن النحط والنقش البارز في الفن البيزنطي هنشوف هنا دي أشكال تيجان الأعمدة اللي هي تم ابتكارها في الفن البيزنطي هنلاحظ هنا ما عدش بقى فيه أشكال اعتجان أعمدة سابتة كده زي اللي كانت موجودة فيه الفن الإغريقي والفن المصري القديم والفن الروماني فن المصري القديم كان فيه موجود فيه الأعمدة اللوتس المقفول والمفتوح أعمدة البشني النبات البردي المقفولة والمفتوحة العمود النخيلي العمود الهطوري أنواع كثيرة من الأعمدة كانت موجودة في الفن المصري القديم الفن الإغريقي كان موجود فيه ثلاث أنواع من الأعمدة ده كان نوع من التذكرة يعني العمود الأيوني والكرونسي والدوري وزاد عليهم نوعين من الأعمدة في الفن الروماني زاد عليهم العمود المركب والعمود الكامبوزيت لكن في الفن البيزنطي بدأت الأعمدة تتحرر من المثاليات بتاعتها اللي كانت موجودة في الفنون الأخرى وممكن تكون تتلاقي أشكال أعمدة كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى ده ما احنا شايفين كده بتقوم على استخدام ورقة الأكنتس وتبسطها عن الوقت اللي هو أو عن الفنون التي ثبقتها وتلاحظ الأسلوب ده اللي هو عمل زي أسلوب المخرمات اللي كان بيسمى الأعمدة المخرمة وهللاحظ هنا أنه زي ما يكون فيه اتنين تاج فوق بعضيهم تاج بيعلوه تاج آخر خالي من الزخارف ولكن توجد به دائرة أحيانا كانت توجد داخل هذه الدائرة شكل من أشكال الصلبان هللاحظ هنا برضو اللي هو التاج الآخر طبعا البدن بتاعه بدن استواني وزي ما احنا شايفين عبارة عن يعني مجموعة من ظهيرات الأكانتس والأنتيمون متجاورة بجانب بعضيها وبتمثل الأشكال اللي احنا شايفينها وهللاحظ أساليب النحط بتاعتهم اللي موجودة داخل هذه التجان الأعمدة كانت بتظهر الزخرفة بتاعتها قويا نجي نتكلم بقى على النحط نفسه في الفن البيزنطي اتكونت أساليب جديدة ربما تعود إلى التقاليد المعروفة في مصر القديمة تمثال البيزنطي كان يشاهد من الأمام فقط يعني هو معمول عشان تشوفه من قدام ما تروحش تبص من الجانب إن عدمت فيه الأوضاع العنيفة والأوضاع اللي هي فيها نوع من العظمة اللي كانت موجودة في الفن الروماني عادت الوقفة السبتة الهدية والوجه المعتدل الناظر إلى الأمام دليل على السكون وهدوء النفس والبعد عن الشهوات وطبعا كان فيه استقرار في الشكل أو في النحت وحركة الأزرع كانت دائما يأما موضوع وضع جانبي أو مرفوعة للابتهال أو مضمومة للدعاء العنين كانوا بيترسموا أو بيتعملوا في النحت بتاع الفن البيزنطي واسعين والنظرة متجهة للأمام والأنف مستقيم ورفيع والدقن صغيرة والشفتين صغيرين ومطبقين طيب هل كان فيه مذلول نفسي لدى العنين الوسع دليل على مش قوة النظر العنين الوسع دليل على قوة البصيرة أن الإنسان يستطيع أن يرى من خلال هذه النظرة ما وراء الطبيعة يستطيع أن يشعر أو يعني يستشعر بوجود الإله سبحانه وتعالى يستطيع أن يكون عنده فراسة يكون عنده إلهام يكون عنده وحي عشان كده كان بيعمل العين إيه العين واسعة كمان كان بيعمل الرأس كبيرة شوي عين واسعة والرأس كبيرة دليل على رجاحة العقل كل حاجة كان لها رمزية على فكرة رمزية كانت كبيرة جدا في الفن المسيحي أو في الفن البيزنطي الرمزية هنا للدماغ الكبيرة وإنه كثير الفكر الرمزية أيضا في الأنف اللقيق الرفيع السمو والترفع على الصغائر أيضا الرمزية في الدقن الصغيرة والخد الرفيع يعني ده دليل والبؤ الصغير الشفاف الصغيرة دليل على إيه دليل على إنه مبتعد عن الشهوات لا يتحدث كثيرا الودنكة الكبيرة شوية لأنه بيسمع أكثر مما يتحدث وهذا يعتبر نوع من أنواع الحكمة وده شيء مش غريب على فن من الفنون الدينية الربانية ابتعد أيضا النحط البيزنطي عن مثاليات النحط الإغريقي إحنا لو نفتكر المثاليات اللي موجودة في النحط الإغريقي هللاحظ إنهم يعني شوف كده التمثال بتاع رامي القرص شوف التمثال بتاع تماثيل فينوس شوف التمثال بتاع رامي الرمح تماثيل كثيرة ومتعددة من تماثيل الفن الإغريقي والفن الروماني كانت تماثيل عارية الجسد تماما وتظهر تفاصيل من التفاصيل التي تعتبر يجد أن تغطى الفن المسيحي أو الفن البيزنطي حرم هذا الأمر ولذلك تجد كل التماثيل بتاعته تبتعد تماما عن العري ما فيش عري في هذه التماثيل حفاظا على حياء هذه الأمة التي كانت تعتبر وقتها هي الأمة الأكثر إيمانا على وجه الأرض طيب كمان هنلاحظ أن ظهر عندهم أسلوب وسط ما بين النحت والنقش إزاي ده وده هنلاحظ هنلاحظه قوي في كثير من يعني هي القطع والجداريات والتماثيل بتاعة الفن البيزنطي إنه ما كانش بينحة التمثال كامل من كل ناحية بينحة التمثال من وش بس وغالبا ما كان يلتصق ظهره بالسطح اللي هو وقف عليه يعني هو وقف على حيطة كده فظهره ملتصق بهذا السطح وفي بروز في الأشكال بتاعته استخدم هذا الأسلوب مش على الحجر بس تستخدمه على الحجر والخشب بتلاقي بعض الأبواب في كنيسة الفاتيكان في إيطاليا أو في دولة الفاتيكان في إيطاليا فيها الكثير من هذا الأمر اللي هو أسلوب وسط ما بين النحت والنقش أنت مش قادر تعرف ده نقش لا ده مش نقش لأنه مجسم قوي طب ده نحت لا ده مش نحت كامل لأنه لازق من الظهر فيه السطح اللي خلفه وظهر أسلوب يعني يعني من أنهما كانوا بيستخدمون أسلوب ده يعملوا مصفوفات كده من الأنبياء والقدسين والملائكة في الصور بتاعتهم هنبص هنا على الصورة دي بتمثل اللي احنا بنتكلم عليه نرجع ممكن نبص كده على الصورة دي في الشاشة هتلاقي في عندك على اليمين صورة لأحد القدسين تجد في هذه الصورة الهالة الضوئية طبعا طبعا اللي هو النحت المجسم أو النقش البارز الهالة الضوئية اللي تمثل الضوء يعني اللي هو يعني النور بتاع المؤمنين الراس الكبيرة تمثل الفكر العين الوسعة الأنف الدقيق الشفايف المطبقة الدقن الأذن الكبيرة أسلوب بقى اللبس بتاعهم انتهت الطياط الكتيرة اللي كانت موجودة في طياط ملابس الرومان اتجهت الملابس زي ما احنا شايفينها كده إلى البساطة الإيد راح راح منها اللي هو المظهرية والتعاظم اللي كان موجود في الفنون التي سبقتها ورجع الهدوء والسكينة زي ما احنا شايفين كده الأوضاع بتاعتهم كانت أوضاع يعني قليلة في الحركة في التماثيل بتاعتهم والنحت بتاعهم وهنا دي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو طبعا هنا وهنا يعني اسلوب بيجمع ما بين النقش والنحت انه طبعا ده نحت على الرخام من الجلالة أو المرمر 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 الأبيض كارا وهتلاقوه برضو في أبواب خشبية صفوف من القدسين وصفوف من الملائج عفوان وقفين جنب بعضهم دي أسليب من أسليب النحت بتاع الفن البيزنطي نيجي برضو لفن التصوير وفن التصوير والنقش هنا مزيج ما بين الاثنين رفضت أغلب المذاهب المسيحية إقامة التماثيل في مذاهب كثيرة جدا كنتحرم التماثيل في الفن المسيحي مما أدى إلى اتجاه الفن إلى أسلوب النقش والتصوير الملون لتسجيل صور أقطاب الدين والأنبياء والرسل والمناسبات وأحداث أو الأحداث الدينية المشهور أخذ الفن البيزنطي الطابع المميز بتاعه اللي هو بيتسم بالهدوء وثبت الحركة تماما في رسوم أشخاصه اللي بيكونوا فيه متجورين في صف واحد الأنظار كلها بتاعتهم متجهة إلى نفس المكان إلى الأمام إلى المستقبل وأخذت أوضاع زي ما قلنا إيديهم وأذرعهم وضعا سابتا محددا لمعنى ورمزية الوضع هنلاحظ هنا في الرسوم اللي هي البيزنطية رسمة على الجانب الأيمن ويعني هم بيقولوا أنها يعني رسمة للملاك مايكل وهذه الرسمة زي ما احنا شايفينها كده بتميزها الألوان التي كانت تستخدم في الفن البيزنطي يعني عد الألوان كده اللي موجودة في التصميم اللي انت شايفه هتلاحظ أنها لا تزيد عن أربع ألوان فعلا التدرج كان أليل في الألوان وإلا كانت تلاقي الصورة أكثر دقة وأكثر حيوية في التمثيل بتاعها وهذه أيضا بنفس الأسلوب تراها في الصورة التي تراها على اليسار لسيدة مريم العذراء وعلى يعني أرجلها السيد المسيح طفل عليه السلام برضو هتلاحظ برضو أن الألوان محددة تلاقي التصميم كله اللي موجود فيه لا يزيد عن أربع ألوان وهو ده ما كان يميز الرسوم والنقوش البيزنطي الزخرفة البيزنطية من فحص الزخرف اللي كانت على المصارح والمعابد المبنية في أسيا خلال حكم القياصرة لوحظ الاتجاه إلى الانحناءات البيضوية في الخط الخارجي والأوراق المدببة الحدة وزخارف الأوراق الممتدة بدون وجود الكرة البرزة والظهرة التي ميزت الزخارف البيزنطية نجي بقى للحرف والفنون التطبيقية البيزنطية أشغال الرخام استخدموا الرخام بسخاء لتغطية الجدران أو جزء منها يعني الرخام كان موجود عندهم بكسرة قوي أيضا استخدموه في الأرضيات ومنه ما تم زخرفته بأنواع الرسوم الهندسية من الأشكال الربعية المختلفة أو الدوائر المنصقة مع ثائر التصميم وغالبا ما كان يتم إحاطة هذا الرخام الملوم برخام أفتح منه لون يعني لونه أفتح منه درجة وظهرت أمثلة من الرخام المطاعم بالألوان هنا زي ما هتشايفين هتلاقي أن يعني جزء كده من تاج لأحد الأعمدة المصنوعة من الرخام ويعني في أحد اللي هي الكنائس القديمة هو وقع على الأرض والأرض لو أنت لاحظت هتلاقيها مزينة بالفوسيفساء الفوسيفساء اللي كانت بتصنع من بلطات صغيرة جدا جدا وخطع صغيرة جدا جدا متجاورة من الأحجار الملونة ودي كانت من الحاجات اللي ميزت قوي الفنون المسيحية ثواء كان الفن البيزنطي أو الفن الأبطي الفنان عمل موضوعات متنوعة من الفوسيفساء واشتغل بيها في القباب وفي المحاريب والتواشيح والحناية دي كان أنسب الأماكن اللي بيشتغلوا فيها موضوع عبد الفوسيفساء رسموا فيها رسوم أدمية أو حيوانية ورسموا الطير وكانت الفوسيفساء بتاعتهم فيه فوسيفساء مذهبة وذات ألوان جميلة كانت بتدي للمكان فخامة مطلوبة وقد يعني فيه مشغولات كتيرة فضلت بيرجع تاريخها إلى قرن السادس الميلادي وكلها عبارة عن تماثيل صغيرة وأيقونات وزخارف فوق أغلفة الإنجيل التي يحلى بعضها بالفوسيفساء عن طريق الأحجار الكريمة بيستخدم أحجار كريمة وبرصها جنب بعضها يعمل الأشكال لهو عايزها بأسلوب الفوسيفساء لاحظ هنا الأرضية معمولة ب بلطات الفوسيفساء المذهبة أهي بلطات صغيرة صغيرة جنب بعضها وأيضا القدسين اللي موجودين في هذه الصورة برضو ملابسهم وملامحهم وكل الزخافة اللي موجودة معمولة ببلطات من الفوسيفساء الذي قد يكون بعضه محلى هنا بالأحجار الكريمة سواء فيه اتجان أو في حاجة زي كده اللي هو الدبوس اللي ماسك المئذر اللبساء الملكة أو الجزء اللي هو بيحيط صدر الملك أو يكون موجود فيه التاج تطعيمات بالأحجار الكريمة وهذه بعض اللي هي أنماط الفوسيفساء أو لوحات الفوسيفساء التي كانت تميز الفند البيزنطي المنسوجات البيزنطيين كان عندهم منسوجات من الحرير وكتان وألياف القنب وتخصصت فيها أقطار مختلفة البيزنطية كانت إمبراطورية كبيرة برز منها على سبيل المثال المنسوجات المصرية البيزنطية اللي هي معروفة بالأباطي نسبة إلى أباط مصر وقاموا بزغرفة الهدوم بتاعتهم أو الأرضية بوسائل متنوعة ضد المشغولات بتاعتهم شهرة فنية متميزة من أشهر هذه الأثريب في النسيج أسلوب الكنارات المنسوجة وأسلوب التطريز خاصة في الملابس الكهنطية لرجال الدين وأسلوب المخرمات وإلى الآن لو إحنا قاعدين بنشوف في يعني يعني قداس من اللي هي في الأعياد المسيحية وبنشوف البابا وهو واقف بيقيم شعائر هذا العيد بص كويس قوي على الملابس اللي هو لبسها بص على التاج بص على الكنارات اللي موجودة في الكم واللي موجودة في الصدر التطريز اللي موجود هذا الأسلوب محافظ عليه من أكتر من 1600 و 1700 سنة في الشكل بيتنقل هذه الصنعة اللي هي بيتم بها صناعة الملابس الكنسية عبر الأجيال بنفس الصورة إلى الآن وتلاقيها محلاة بخيوط من الزهب وأحجار كريمة من اليقوت ومن الأحجار الكريمة الأخرى والعقيق موجودة في هذه الملابس الكنسية اللي تعتبر تراص من التراص المسيحي المستمر عبر مئات السنين هنشوف هنا دي قطعة من القطع النسجية البيزنطية و يعني هي غالبا يعني برضو قطعة أباطي يعني قطعة من الكتان شوف مدى الجمال والزخرفة القطع كنت تتعمل يدوي على فكرة احنا نقدر نشوف هذه بعض الصناعات في بعض الأماكن في مصر ماذا التمارس بنفس الأسليب يعني احنا لو رحنا مركز الحرف التقليدية اللي موجود في الفستات ودخلنا هذا المركز هنشوف جوا مجموعة من الورش كل ورشة فيهم يعني فيها فنان أو صانع من الصناع بتوع الحرف التقليدية بيقوم بإيده بعمل هذه المشغولات بنفس الأسليب القديمة وهذا المركز معمول في الخمسينات للحفاظ هذه بقى ليه الفن الأبطي اللي هو الفن بتاعنا احنا بقى يعني احنا كمصريين يعني احنا طول عمرنا مصريين بنحب يبقى لنا الأسلوب الخاص بنا يعني طول عمرنا بنحب يبقى لنا يميزنا عن غيرنا وده موجود في مدى التاريخ المصري القديم بداية من العصور المصرية في الفنون المصرية القديمة لحظة وقتنا هذا دايما لنا أسلوب مميز عن غيرنا المسيحيين المصريين كان الفن المسيحي عندهم أو المذهب بتاعهم يخالف المذهب اللي هو البيزنطي ولذلك حتى استمر البيزنطيين في اضطهاد المسيحيين المصريين حتى بعد اعتناقهم للديانة المسيحية لأن كان المذهب مختلف عن المذهب اللي موجود في مصر فاستمر المصريين بطبعهم عندهم نوع من العند فبدأ يبقى لهم أسلوب مميز في الفن المسيحي بتاعهم اللي هو أكبر العالم كله أن يقول لك الفن المسيحي الإبطي المصري مميز خالص ومختلف إلى حد كبير عن الفن المسيحي البيزنطي عايزين نقول أنه مش مختلف يعني هم مش اختلاف تام ومشتركين في بعض الحاجات ولكن في تطشة خاصة بالفن الأبطي المصري المسيحي عن الفن البيزنطي الغربي المسيحي الفن الأبطي النشأة بتاعته نحن عارفين أن الديانة المسيحية ولدت في ولاية شرقية طبعا عندنا في فلسطين للدولة الرومانية وهي ولاية يهوزة بفلسطين وانتقلت عن طريق تبشير القدسين وطبعا مصر كانت دولة بالدولة القريبة جدا بفلسطين ملاصقة لها وساد المسيح جيه مصر وهو طفل مع السيدة مريم العزراء والدين المسيحي انتقل من مصر إلى أفريقيا كلها انتقل من مصر إلى النوبة ثم السودان ثم السيوبيا وانتشر في الشمال الأفريقي زي ما الدين الإسلامي برضو انتشر في أفريقيا عن طريق برضو مصر بنفس الإيه الأسلوب طبعا دي يعني لوحة من لوحات النقش والزخرافة الإبطية العوامل المختلفة في فان الإبطي برغم الاضطهاد اللي أصاب المسيحيين في مصر من الرومان الديانة الجديدة ظهرت وأصبحت الديانة الرسمية للدولة الرومانية عام 326 ميلاديا لكن برضو زي ما قلنا استمر الاضطهاد فترة طويلة للمصريين المسيحيين نجي نتكلم عن العناصر الزخرافية والفنية القبطية هي تقريبا نفس العناصر النباتية والحيوانية والهندسية البيزنطية وده لأن يعني طبعا الدين واحد تأثر الفن ولكن برضو كانت دايما هذه العناصر النباتية والحيوانية والهندسية القبطية كان لها تطشة مختلفة إلى حد ما هي نفس العناصر مستخدمين الحمامة وعنقود العنب ومستخدمين الصليب ومستخدمين الطووس وصور الملائكة وقدسين ولكن برضو بالتطشة المصرية التي أخذت اللي هي التأثيرات بتاعتها من الفن المصري القضي السمات اللي هي ميزة الفن الإبطي في مصر اهتم الفنانين في بداية المسيحية بتأثيرات الفن الفرعوني أنا ما بحب يقول الفرعوني بحب يقول مصر قديم على منجزتهم الفنية والمعمرية وعلى ثبيل المثال كان من تقاليد المباني المصرية القديمة أن يقسم المعبد إلى ثلاث أقسام رأسية تنتهي فيما يسمى بصحن المعبد وعلى اليمين طبعا برضو خاد نفس التقاليد عمل صحن الكنيسة وحط على اليمين واليسار الجناحين بيفصلهم عن الكنيسة بأعمدة عشان يدي شكل الصليب وينتهي الصحن بالهيكل وهو يعني كان ما يسمى في المعبد المصري القديم بقدس الأخداس اللي هو ما كانش ينفع يدخله إلا الملك وكبير الكهنة وماذا إلى الآن في مكان في الكنيسة لابد أن اللي يدخله اللي هو رجل الدين أو القصيص ولابد أن يكون من يدخله يعني طاهر وفي تقوس معينة عشان يدخل هذا المكان العمارة القبطية نبغى القبط بعيدا أقول حاجة فيما يخص القبط كل المصريين قبط سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين كلنا أقبات والقبط اللي هي الكلمة المحورة لجبت أو إيجبت أو جئ اللي هم المصريين يعني ولكن باللغة العربية العرب نطقوها قبط نبغى القبط في بناء الكنيس والأديرة وكنيسة القديس مينة بما فيها من أعمدة اللي موجودة في كينجي ماريوت من أقدم الكنائس المصرية تاريخها بيرجع إلى القرن الرابع الميلادي وكانت على شكل مستطيل يكون صحن الكنيسة ولها جناحان من الأعمدة الرخامية وكان فيها دهليز طويل من الأعمدة باتجاه الهيكل طبعا كلنا طبعا عارفين اللي راح محطة ماري جرجس بتاعة المترو في كنيسة من أقدم القنائس في العالم وهي الكنيسة المعلقة وهي اللي موجودة في الصورة بتاعتنا دي موجودة في مصر القديمة ويوجد بجوارها مسجد عمر ابن العاص في منطقة عمر ابن العاص يعني النحط الابطي اهتم اللقبات بتزيين عمائرهم الدينية بالرسوم الملونة واللي بتظهر الزخارف بتاعتها في البعد عن البعد عن الدنيوية وكانوا بيسجلوا الحياة اليومية في العاصر الابطي وتجان الأعمدة تعتهم مجدولة على شكل سلال أتقن النحات صنعها وتشبه إلى حد كبير السلة المصنوعة من القش التي مذالت متدولة حتى اليوم المنسوجات القبطية أو الأباطي اشتهرت مصر منذ أقدم العصور بعمل المنسوجات وزخرفتها ولا يسع من يمر بقوعات المتحف القبطي في مصر القديمة ويشاهد معروضات قسم المنسوجات إلا أن يدرك كيف نهج المصريون بعد اعتناقهم المسيحية نهجا جديدا في زخرفة منسوجاتهم وتحلية الرسوم بتاعتها في تناسق بديع وتعدد للألوان وشاعة الألوان الزهية منها على وجه الخصوص وهذه الصور تمثل اللوحات المنسوجة الأباطي أو الأبطية أو المصرية المسيحية طبعا الزخرف في العصر ده كان قائم على موضوعات دينية ومجيء العائلة المقدسة إلى مصر صور القدسين ولعبة رموز الديانة المسيحية زي الصديب والسمك والحمام والعنب دور كبير وسمى العرب سمى العرب المنسوجات المسيحية طبعا زي ما قلنا بكده بالأباطي وإلى هنا يعني وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم وأرجو أن نكون فهمنا الفنين دول المرتبطين ببعضهم فهما كاملا كان معكم دكتور عمر الدمرداش قطاع التعليم الفني وإلى لقاء آخر إن شاء الله موسيقى